إزاي أتعدى على سمعتي؟ إن أنا أرسم صورة كاذبة لنفسي فحفظ كرمتي لنفسي بيبدأ لما أنا أحافظ على كرمتي بيني وبالنفسي إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا ما تسولش نظرات الناس لي وأدمن نظرهم لصورتي وأدمن سماع المديح والسناء وأنفق بده من أخلاقي وقيمي فإيه اللي حاصل؟ فأتعاطى الكذب زي ما أتعاطى المخدرات بالزبط في ناس كتير عشان سمعتهم تبقى زي ما هم عايزين يدمنوا الكذب يدمنوا لإيه؟ الكذب وهنا بنتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يكذب حتى يكتب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله يكذب بشوف الناس دول اللي هو ما بيعملوا سمع عن نفسهم إن هو شخص لي علاقات فلانية إنه يقدر يعمل حاجات علانية إنه يقدر يخترق بعض الحواجز اللي بتبقى صعب على الناس عشان ينشي لنفسه سمعة مش موجودة وفي الحقيقة الإنسان مش محتاج للكذب ده عشان يحقق أي منفع في حياته ولا يحقق سمعة الإنسان محتاج يكون صادق عشان يرى نعم الله سبحانه وتعالى عليه اللي هو غرآن فيها وهو مش محتاج في الحقيقة إنه يجمل صورته بالكذب لأنه لو جمل صورته بالكذب يبقى يخرج أشياء سيئة لأن الله سبحانه وتعالى في أحسن صورة ركبه وخلقه ووضع حياته وعشان كده لازم نبقى واضحين إن سمعتنا مش هنحافظ عليها بشيء يغير واقعنا